دي النتيجة بتاعتي النهاردة وده البفر بتاع اللي انا حبيت اعمل عنه ريفيو صراحة هو جميل جدا انا كنت شفته عن واحدة من الكوافير فحبيت اجيبه عشان اعرف اعمل ده في البيت السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اهلا بيكم معايا النهاردة في تجربة جديدة من تجاربي في امريكا تجربتي النهاردة تجربة لطيفة كده خفيفة هنشوفها كده مع بعض اه هي ريفيو عن منتج للناس اللي مهتمة بضافرها وبساحة ضافرها وبشكلها طبعا ومش بنعرف نحط لها اي من نوع منكير عشان طبعا الصلاف خلال اليوم اه والكتر ان انتي تحطي المنكير وتشتمسحيه بالاسيتون طبعا بينشف الضافر جدا وبيخليه ضعيف اه حتى مقاول الضافر اللي هو الشفاف اللي بنحطه بيدي لمعة ده برضو نفس الفيكة لازم يتشال فجاي يتكلمكم دلوقتي النهاردة على المبرد ده او اللي اسمه البفر ده اربع وشوش ده معمول عشان يزبط الضافر معاك ويدي له لمعة زي بالزبط ما تكون يحطاله آآ آآ ملمع تمام آآ اولا بيخليه يعني بيبقى متزبط من على الجناب والحروف بتاعته وبعدين بيدي له لمعة وده بيحصل زي بيحصل عن طريق اربع وشوش ماشيين بالترتيب اهو ادي واحد اتنين هما هما نفس الكلمات هتلاقيهم تلاتة اخر حاجة اللي هو التشاين اللي هو اهو التلميع دي اخر حاجة تمام لازم تمشي بيهم بالترتيب آآ انا جايبها نتكون نهاردة اتنين عشان عايز اوريكم الفرق ده النوع الرخيص شوية كنت جايباه من مصر بعشرة جنيه تمام آآ وده النوع اغلى شوية كنت جايباه بعشرين جنيه طبعا باين من الجودة ان ده شكله انضف شايفين ده من الاستخدام آآ حصلوا ايه وبقى كرمش كده من هنا هو وآآ يعني خلص تحس ان هو هيبوز يعني طيبا ليه شهرين بس بستخدمه وطبعا هو بتعمليه مرة يعني مرة في الاسبوع مش بنعمله كل يوم مرة في الاسبوع آآ وهو هو ده موجود على امازون آآ هنزلكم منه هنزلكم اللينكات في الديسكريبشن واحط لكم دلوقتي هقول شكله على امازون وهتلاقوا في منه كمان ماركات على امازون وسعره تلاتة دولار مش غالي طبعا هو انا جايبت جايبازي بقلت لكم ده بعشرين جنيه في مصر من المحلات الكبيرة وده في المحلات اللي هي مش مشهورة قوي بعشرة جنيهة بس عشان تعرفوا الفرق لما تقشفوه بعشرة في مكان وعشرين في مكان ما تقولوش ان ده غالي لأ واضح جدا الجودة يعني حتى شايفين الرفع بتاع دي دي اللي هو الصوم كده شايفين ده رفيع ازاي وحتى دي نفسات حسية الكبيرش بتاعتها ضعيفة لأ دي ناشفة مش بتتداس تمام تعال نشوف مع بعض النتيجة بتاع اول حاجة آآ بنمشي ستيب ستيب تمام اول حاجة هنبدأ آآ واحد واحد اللي هي الوش رقم واحد بنمسكه كده وبنعمل كده تمام ده الوش رقم واحد هتلاقوه شايفين طلع معي طبقة تمام بعدين الوش رقم اتنين عندي الوش رقم اتنين ده آآ آآ ينفع نشيلم به لو الضفر نفسه مش متساوي يعني ممكن ممكن اعمل به كده هزبط به الضفر ببرده يعني انا بالنسبالي بحيب ابرد بده احسن من المبرد الحديد لانه بياشعرني بيعمل صوت كده مش بيبقى لطيف واكيد انتوا فاهمين قصدي ايه تمام اهو ده شكل الضفر اهو شايفين الحواف بتاعته اتزبطت ازاي طيب كده همسك الوش التاني واعمل به ده الوش بتاني بتاعي اهو شايفين بيطلع برضو طبقته كمان التالت حاجة اللي هي ده الوش التالت اه دي الوش التالت عندي شايفين شكل الصابع بقى شكله الضفر شكله بقى مجير كده دلوقتي هنروح على اللي هو اخر وش اللي هو بتاع التالميع ده هتحسه ان هو شغال انه ناعم ناعم جدا جدا وهتحسه بسخونة هتلاقيه حسه كده زي سخونة كده اهو عادي عشان خاطر لو حد حس الحاجات دي ما جربوش استغرب لا اهو ده اللي هو كده تمام بيديك تحسيه ناعم بيتزحلق كده بسهولة على الضفر وبيدي سخونة سنة شوية. لما بيجي امسك الضفر بعمل شايفين بحرك ضفري كده اهو عشان فيه الدوران الناحية دي ده ييجي عندي. تمام? ده شايفين دي النتيجة بتاعته. شايفين الفعل? شايفين? ده شايفين ازاي ماض فيه. سو كده كمان مجير شوية. شايفين ده الضي اللي فيه. ده هيبقى النتيجة بتاعة الضفر بتاعي. اهي. تمام? هعمل دلوقتي طبعا احساسه بقى. يعني مش هتقوله كل ملمس بتاعي وقد ايه ناعم. يعني هتحسه ده لأ. ناشف حتى. يعني هو مش شكله بس شكله واحساس. تمام? آآ دلوقتي هجرب المبرد التاني اللي هو الرخيص اللي بعشرة جنيه. هجربه على الضفر نفس الضفر الكبير ونشوف انه هيبقى فيه اختلاف النتيجة ولا لا? يعني احنا اتكلمنا عالجودة ولا? طبعا فيه اختلاف الجودة. هنشوف في اختلاف النتيجة ولا لا? هنبدأ اول وش اللي هو بعدين اتنين تلاتة اهو تلاتة بدأ يعمل الضفر سماس شوية عشان واحد واتنين بشيله طبعا. ده بيخليه شوية املس. نيجي بقى للتلميع. رقم اربعة. هادي عندي خلصته رقم اربعة. تقريبا النتيجة هيهم. فيش اي اختلاف ما بيننا. انت شايفين? شايفين الدق بيدي لامعة ازاي فيه وطبعا ملمسه زي ما طولكو ناعم جدا. النتيجة يبقى انا عندي الفرق ما بين الغيلي والرخيص في الجودة. يعني ده هيقعد معاك اقل من ده. هتلاقوا يبص ده. هتحسي ان هو مسك نفسه اكتر. تمام? انا هكمل آآ بايد ضوافري وطبعا هو عايز اوريكم الفرق ما بين اللي معمول واللي مش معمول. شايفين اللمعة? شايفين ده ازاي بيدي لامعة كده وضعي? شايفين? شايفين اللمعة دي? لكن هنا ده? شايفين? بسهتحسي ان هو كمان فيه مطباط. تمام? هكمل بقية الضوافر وهنشوف اليد في الاخر بعد ما نخلصها. قديني اهو خلصت بقية الضوافر اهو. شايفين? شايفين اللمعة بتاعتهم جميلة قد ايه? شايفين عايز اوريكم الفرق? شايفين دول ازاي مطفين? شايفين? اللمعة دي زي ما قلت لكم بتعود فعلا اسبوع. بتعود اسبوع. آآ حتى هو انت بتخسلي الغسيل وتخسلي الموعين وكل حاجة. بتعود. فعلا هي بتعود. يعني اهي شايفين? فعلا بتخلي الضوافر شكلة جميل جدا. انا مرضيش هعمل اليد التانية عشان اوريكم الفرق. شايفين? حتى اليد التانية الضوافر نفسه اهو. الحوافر بتاعتهم مش متزبطة. تمام? بعد الخطوة دي. آآ طبعا هي كده خلاص انا خلصت. بس دي خطوة اختيارية لو انتوا عايزين تعملوا تددوا للضوافر صحة لان هو طبعا تشل منه طبقة. آآ فاحنا عايزين نحافظ عليه وعلى صحته ومتغسفش مننا. فآآ بنجيب زيوت. في زيوت مخصوصة للضوافر. انا الزيوت دي جايبها معي. من مصر آآ وبستخدمها. وفيه برضو اللي من نسبة اللي عايشين هنا في امريكا. موجود منها في امازون. تمام? الزيت ده مش عشان لمعة عشان ما متفقين. ده عشان يدي صحة للضوافر. وفعلا الزيوت دي ممتازة. يعني انا كان عندي ضوافري لها فترة بتتقصف بتتقصف على طول. فالصراحة مساعد ما بدأت استخدم الزيت ده. آآ خلاص بطل ضوافري يتقصف. والحاجات دي مش غالية خالص. يعني العلبة مثلا ممكن تجيبيها بتلاتين جنيه ولا حاجة. وهتقض معك فترة. مجرد هتحطي الزيت ده. ده زيت طبعا. فالضوافر هيشربه. وهيستفاد بالمواد اللي فيه. آآ زي ما انتوا شايفين اهي ضوافري بدأت تتول تاني زمان ما كانت على طول بتتقصف ده غير ان الحاجات اللي هي حوالين الضفر الزيادات اللي بتطلع دي ما بقيتش تطلع لما بقيت استخدم الزيت ده. وهسيب لكم الزيت زي ده موجود على امازون عشان الناس اللي عايشة هنا في امريكا تعرف تجيبه. اللي في مصر بقى هتلاقوه على الجروبات بتاعت الفيسبوك. دي زيوت طبيعية. يعني دي مش خلطة ولا ماركة ولا اي حاجة دي زيوت طبيعية. شوية زيوت ما تخلطها مع بعضها هتلاقوها على كل الجروبات موجودة دلوقتي. دي النتيجة بتاعتي اهي انا مش راضي احطه في الاعمل الايد التانية اعملها بعد ما خلص الفيديو عشان اوريكم النتيجة. دي النتيجة النهائية بتاعتي الزيت ده بنسيبه بس خمس دقيقة على الضفر وبعدين ببدأ ادلكه بشكل دائري عشان الضفر اتأكد ان هو امتصه. وخلاص بعدين بتخسيل ايدك طبعا بيروح لانه ده مجرد زيوت. دي النتيجة بتاعتي النهاردة. وده البفر بتاعي اللي احبيت اعمل عنه ريفيو. صراحة هو جميل جدا. انا كنت شفته عن واحدة من الكوافير فحبيت اجيبه عشان اعرف اعمل ده في البيت. ده كان ريفيو بتاعي النهاردة وده كانت النتيجة بتاعتنا. يارب بكون عجبتكم. وما تنسونيش من الدعم لو عجبكم الفيديو واستفدتم معلومة جديدة. والسلام عليكم ورحمة.